اشتركوا في القناة او ممكن تكون الاسماء places اماكن the classroom الحصة الفصل الدراسي the park England ممكن تكون بلد Inglaterra a department store تمام? a department store لاحظوا هون حطينا a حطينا هون the places ممكن تكون اشياء a pencil a car a cat a house تمام? ما تنسوو الarticle a او الarticle the اللي التعريف على هو انتي شو بدك تقولي نستخدم ال a لما بكون مفرد و نستخدم the لما بكون التعريف الاسماء ممكن تكون singular means there is only one means there is only one you usually add a or am before a singular noun عادة منضيف a او an قبل الاسم المفرد طبعا الاسم المفرد اللي بينعد a car اذا بدي اشمعه بدي حط s الجمع بالاخير cars a school مفرد schools جمع an apple apples طبعا حطينا ال an انو ما بقدر قول a apple name about فبدي حط an an umbrella umbrella يعني شمسية umbrellas شمسيات مضلات بتاعي اللي هاي الشغلات بتعرفوها بس بديكم تنتبهو على هي بتجي على هوات الجملة اذا بتكون تحطو آآ ناكيرا عفون اذا تكون تحطو a car يعني سيارة ما the car معناتها السيارة اللي التعريف محددة شو هي السيارة جمع cars معت في ضعي بقى حط اي قبل منها بنجي للدمائر هدول الدمائر أكيد حافظينه I am A student لحظوا ال-A لازم حط ال-A أنا طالدي ما فيه نقول I am student لا I am a student I am a teacher أنا معلمي I am a doctor I am a farmer شرحنا كتير الدرس الماضي عن ال-A ال-Article A He is أو فيني اختصرة هات he من فوق بسموهاي باصلي عليا اسمه apostrophe He is كتير أمريكان تعرفوا يحبوا الاختصار أو ما بتسمعي حدا لما يحكي بيقول He is ما بيقول هو بالكلام He is He is boy He is a boy He is a boy He is She is أو she's a girl She is a girl هي بنت It is a dog أو من قول من اسمع It's a dog أو فيني قول He is my brother هو أخي She is my sister هي أختي It is my pet pet يعني pet اللي هو الحيوان الأليف اللي يربى بالملازل ف It's my pet You are هم تجي You are للمفرد You are a man أنت رجل مفرد You are a woman أنت امرأة You are a singer أنت أو أنت مغني أو مغني You are my friend أنت صديقي أو أنت صديقتي You are my mother مغنة أنت أمي You are my mother أنت أمي You are my father أنت أبي Okay So you are نجي للجمع They are students سلنا بالجمع إجبار ابن الحار أس الشمع He is a student هو طالب They are students هني طلاب They are dogs هني club They are brothers هني أخوات أخوان They are sisters هن أخوات They are friends هني أصدقاء You are students You are students You are طلاب You are a student أنت طالب أو أنت طالبة We are students نحن طلاب We are teachers نحن معلم معلم أو معلمات We are friends نحن أصدقاء تمام بلازم نحط S الجمع هون U مفرد أنت أو أنت نحط A للدلال على المفرد أو بدي حط My friends صديقي تمام نجي there is there are هناك يوجد there is a there is a boy مثلا in the classroom تتم جملة ممكن استخدم كمل there is a boy in the classroom there is a book on the table there is a book under the table مثلا there is a pen on the desk على المكتب there is a car there is a shirt home home ممكن الواحد يكمل الجملة في خيارات كتير لتتم الجملة لما يكون عندي جمع there are boys in the classroom تتم نفس there are girls in the park مثلا there are books on the table هناك كتب على الطاول there are tables مثلا in the classroom there are pens under the desk مثلا نفس شي shoes cars shirts المهم بنا نحط S جمع لما بستخدم المفرد بدي حط l-A إجباري there is a boy there is a pen on the table d-r-s d-r-s n-b-s hd ho d-r-s betail l-l-m-a d-r-s hd l-l-a wad-ha wad-ha b-sit t-ar-f w-ah d-r-f bs b-s b-t-n-rakez عليها q-b-l-m-a n-e-m-a ونعقد الأمور مثل ما حكينا الدرس الماضي هدول القواعد الأساسية لتركيب الجملة تمام؟ نجي للوظيفة homework write a noun in the blank to complete each sentence يكتكت بي noun اسم بي الفراغ لحتى يصير الجملة إلى معنى ما عطيتكن أنا انتو بتكن تستخدموا خيالكن I want to go to I want to go to أنا أريد أن أذهب إلى بدي أكون هون تركزوا بقى to the park to the mall تمام؟ هيا مساعدكم بأول أول سؤال هون to بدي حط اسم ممكن يكون جان ممكن يكون عمر ممكن my sister likes to sit on the bed بديعلي my cat بدي حطيت قطتي likes to sit on the bed بعرف أنه مفرد من أفا الاس هون اس المفرد he أو she أو it he likes she likes it likes to sit on the bed فأنا هون بدي حط حتما شيء مفرد لأنه هون اس المفرد I want to buy some شو بدي؟ أنا بدي أشتري some بعض you can see ممكن أنك تشوف in a zoo في اللحظة الحيوانات تحط خوني شغلي you can see an elephant أو في نحط جماعة you can see elephants in a zoo hi Ellie واحدة اسمها Ellie your is very cute your what الشيء الخاص فيك your shirts your hair your is very cute is عنات أنا بدي حط هون مفرد ممكني إلا your shoes لا لأنه إذا قلت your shoes وعنات بدي حط are your shirt your hair your خلي هو is very cute your dog is very cute كلبك is very cute cute يعني كتير هيك حلو وظريف write a singular noun or a plural noun in the blanks below هون بدي أكن تتكبو أنا محددي singular noun لما بكون عندي singular noun لما حكينا ما تنسو l-article a إذا بنعد إذا ما بنعد ما فين حط له a ف I have I have أنت تملكي أو عندك in my bedroom شو موجود بغرفة النوم شو موجود بغرفة النوم تبعك I have شغلة in my bedroom singular دي أكن تتحطو singular noun there are حتما plural now جما in the refrigerator خليني هاي يمكن سعب عليكون in the fridge بس إجمالا بيقولو هون الأمريكان in the fridge in the fridge بيختصروها اللي هي الثلاجة بدي حد شو موجود عندك بالتلاجة تبعيك apples شو اللي موجود Can you please give me هالممكن تعطيني طالبي منكم تحطو singular noun شو تعتيني Do you have any plural now in your bag كمان هون plural now are very expensive very expensive يعني كتير غالي ممكن cars are very expensive I don't know المهم بدي يكن تحطو الجمع أنه هون حاطين are حتما هون بدي يكون plural لأنه في are نيجي بقى على fix the mistakes in the sentences below هدول الجمل كلهم فيهم أخطاء بديكن صلحوهم نيجي لأول جملة he is a teacher هساعدكم بأول جملة مثل ما حكينا ما في شي اسمه جملة اسمية بالانجليزي لازم يكون يفعل يفعل موسعي فبدي يقول he is a teacher تمام نيجي لالتاني جملة they are student كمان بدي يكن صلحوة we are friend كمان هوني في غلط they are a boy we're sisters there is a boy there is boy in the classroom صلحت لكني there is a boy in the classroom تمام there is a pencils on the table there are many animals in the zoo there is a fan fan يعني مروحة next to door بجانب الباب there are books under the table فبدي يكن اتصالحو الجمل هاي كلياتا حتى تصير جملة كاملة وصحيحة فهم بخلص الدرس مفقين سلامة لاب بخلط اشهر اشهر کلياتا